موسيقى السلام عليكم البنات نتمنى تكونوا كاملين باخر وعلى خير وعشاركم باركة مسعودة اليوم جيت واجبت لكم واحد الوصفة من الارشيف القديم هذه الوصفة الجداتي هي عبارة عن الشيح الشيح البنات المعروف وكان في كل دار مغربية الشيح الموجود في كل بلاصة مناسب الشيح الموجود في فوائد الصحة زويد الحراق الكرش ينقي المصارن من الدود يوقف الإسهال ومنافع الصحة ومنافع الشعار الشيح أحسن وصفة ينصح كل بنت وكل عزيزة وكل مغربية وكل مرة تستغنى على كل الزويد وكل الكريمات وشامبونات هذه الوصفة تستغنى على كل هذه البروديوات التي تشري من الفرماسي لا تجعل شعرك قوى وقفل التساقط طواله هذه الوصفة الوصفة فعالة جدا والشاكرة أنا يا بناترا لقد تجعلت لا تجعلت بشعر يلي من الشامبونات والذيوت والتخلطات كل مرة نحصل على المشكلة وكل موافقة من غير هذا الوصفة أخذتها من جدا الذي أريدها ونطرناها ونحن نحصل أتوقفها بيضاة الطريقة ومن الغسلة الأولى يعني من الغسلة الأولى تبلغ نتيجة لا سمانة لا جوجة لا شهر لا شهر لا شهر لا شهر من الغسلة الأولى كيف تبدأ بشعر توقف التساقط الغسلة الثالثة سوف تقطع لك حتى يزغب من الشعر أتمنى لبنات هذه الوصفة تجربوها تجربوها وتبرتجوها مع الناس الذين تريدون والناس الذين لديهم مشكلة للتساقط الشعر هذه الوصفة للبنات ستزمينة بثافة للشعر كما ترون هنا لدينا الشيح لدينا واحد جوج مع الكبار جوج مع الكبار الشيح تجيبه كيف مما هو لا تنقيه لا تغسله لا تدريه لتحاجة تدريه في مولينيكس لتطحانة العطرية وتطحنيه ممتئة أو بوضغ ونطلقوا لكي نكمل الوصفة كما ترون البنات لدينا الشيح بوضغ ليس بوضغ بثافة كما ترون كما ترون من بعد تجيبه أي قرعة للزاج كما ترون كما ترون أنا استعملت هذه القرعة لو كانت تكون قرعة مغلوق كان احسن لا تتجيبه تجيبه ثلاثة معلقات صغر تخوين لهم القياس البلدية تخلطي الخالط مزيان 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 وكما تستعملها حتى تدوز على يومين أو 24 ساعة تضعها في بلاكار وكما تضعها في 24 ساعة حتى تلقي الشيح بزيز مزيان وكما تستعملها ضروري تجيبها في بلاصة لا يوجد الشمش على الأسفل في القرعة وكما تستعملها الخالطة البلدية لأتجيبها في شعر تجيبك تطبيق شعر ستخلطها كما ترون سوف نريكم الطريقة الاستعمال بالنسبة للشعر الدهني والشعر الناشف كما تشوفه في الخليط يقوم بحياله كما تشوفه كاس العنبة للزيت البلدية وبنسبة لطريقة الاستعمال للبنات بالنسبة لشعرها ميت دم فهي تستعملها مرة وحدة في سمانة تخليها نص ساعة اثلاث ساعة في شعرها و تغسل والشعر ديالها حرش و واقف يعني ناشف من الزيت يمكن لها تديرها وتباتي بها مكين حتى شي مشكيل تباتي بها ولا غدليها عد تغسله هذه الوصفة اللي بنات راها تقوي الشعر و تحبسها ساقط الشعر وبنسبة للشعر ديالها حرش او واقف فهي تدم الضغبة و تنزلها يعني راه واحد الوصفة اللي بغي مخاطئة را كنتمنى انكم تجربوها وانا ده بغا نجربها على واحدة صادقة ديالي و نوريكم كيفاش تديروه انا هنجربوها على الصادقة ديالي كما تشوفو الشعر ديالها خفيف بزاف سنجربوها الوصفة كما شاهدت و انا را خلطت دك شتي مزيان و نشقلوها به الشعر فيما كان شي خوية ندير فيها هذا القسيس ديالي و نخلي هذه الوصفة انا سوف اطلالها و نعطيها لصحبتي كادو و تجربها و ان شاء الله سنردع لكم النتجة التي سوف يقوالها الشعر سوف نصاب لكم فيديو و احد اخر ان شاء الله كنتمنى هاد الوصفة تبرتجيها مع كل بنت عندها تساقط الشعر وكتعاني منه تبرتجيها معها ودلوا لنا اللايك ودعمونا نطلقوا في وصفة جديدة ان شاء الله